قام الرئيس الصيني شي جنبينغ بزيارة إلى بيجي وكويان وغيرهما من المناطق في مقاطعة كويتشو حيث قدمت أحيات الحكومة الصينية لسكان المقاطعة وصل شي أولا إلى مدينة بيجي حيث أقام المحليون أنشطة عيد الربيع في الساحة الثقافية بقرية خواو وعرب الرئيس عن أمله في أن يواصل القرويون العمل لتطوير الصناعات الريفية بشكل أفضل وبناء الأرياف بشكل أجمل مع هلول السنة ثورة الصينية أقدم تحيات العيد لكم ولجميع ابناء شعب الصيني بمختلف قومياتهم أتمنى لكل ابناء الشعب السحو العافية والسعادة في الأسرة والسلام في العمل كما أتمنى لوطننا العظيم السلام والازدهار والقوة وقام الشي بجورة تفقدية في مدينة كويان حيث أكد على أهمية الوقاية للوباء داعيا لقضاء العيد في أماكن الإقامة من أجل تخفيف مخاطر انتشار الوباء وطلب شي جيمبينغ من السلطات المحلية أحسان خدمة العامة ليقطع عيدا مميزا ودافئا في بيوتهم واستمع شي إلى تقارير عمل لجنة مقاطعة كويتشو عن الإنجازات في مختلف العمال حيث قال أن التنمية المبتكرة خيار حتمي في معادلة التنمية الجديدة مشيرا إلى ضرورة الربط بين نتائج القضاء على الفقر والنهوض بالأرياف ودمج التنمية بين الحضر والريف ودفع صناعات الأرياف وثقافتها وبئتها وأكد الشيء أن البيئة الإيكولوجية الجيدة تعتبر أكبر ميزة لكويتشو وأكدا على ضرورة دعم الصناعات المتميزة للأقليات العرقية وتطوير ثقافتها